موسيقى طيب الله أوقاتكم بكل خير مشاهدين الكرام نشرة الأخبار من قناة عدن الفضائية نستهل النشرة بأبرز العناوين موسيقى رئيس الجمهورية يجري اتصالا بمحافظ مأرب للاطلاع على مستجدات الأوضاع وسير المعارك في مختلف الجبهات موسيقى رئيس الوزراء يوجه الأجهزة العسكرية والأمنية بتشديد الإجراءات لملاحقة الخلايا الإرهابية التي تحاول زعزعة الأمن والاستقرار موسيقى طياران التحالف يستهدف آليات وعناصر ميليشيات الحوثي جنوب مأرب وأبطال الجيش يكبدون الميليشيات خسائر كبيرة موسيقى من العنوين إلى تفاصيل حياكم الله أجرى فخامة الرئيس عبد الرب منصور هذه رئيس الجمهورية اتصالا هاتفيا مع محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة للاطلاع على المستجدات الأوضاع في المحافظة وسير المعارك في الجبهات ومنها حصار مديرية العبدية من قبل ميليشيات الحوثي الإنقلابية وأشهد فخامة الرئيس ببطولات الجيش الوطني وبسالة المقاومة الشعبية وأبناء مأرب لمواجهة الخطر الإمامي والكهنوتي والمشروع الفارسي في اليمن مشددا على رص الصفوف لمواجهة قوى التمرد الذي يهدد الهوية اليمنية والنظام الجمهورية وثمن صمود واستفسال أبناء مأرب في وجه ميليشي الحوثي المدعومة من إيران محيا التضحيات التي قدمها ويقدمها الأبطال في المؤسسة العسكرية والأمنية ورجال القبائل والمقاومة الشعبية في مختلف المواقع والجبهات والوقوف بثبات وبسالة في الدفاع عن النظام الجمهوري والوحدة وعزة وكرامة أبناء اليمن في مواجهة قوى التمرد والانقلاب للميليشيا الحوثية الإيرانية وقال فخامة الرئيس لقد مثل صمود مأرب الأسطوري في وجه همجية ميليشيا إيران الانقلابية الحوثية نموذجا يحتذا به في الوطنية والبسالة والفداء لصمودها ودفاعها الأسطوري عن الأرض والعرض في مواجهة أسلحة وصواريخ إيران التي تقصف وتحاصر المدينة وتقتل النازحين والأبرياء على مدار أيام وشهور وأعوام متواصلة كما ثمن فخامته دور دول التحالف العربي من خلال المساندة والدعم الذي تقدمه للجيش الوطني والمقاومة الشعبية والذي كان له الدور الفاعل في تحقيق الانتصارات المتوالية على الميليشيا الإنقلابية من جانبه أشار المحافظ إلى مستجدات الأوضاع بمأرب مؤكدا تماسك الجميع في مواجهة بقايا الإمامة والمشروع الإيراني في اليمن وأشار العراد إلى المعنويات العالية لأبناء الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مشيدا بشجاعة وصمود أبناء مأرب الذين يضحون بأرواحهم انتصارا لكرامتهم والنظام الجمهوري بعث فخامة الرئيس عبد الربو منصر هادي رئيس الجمهورية برقية عزان ومواساة في استشهاد المناظر الشيخ الناصر السعيدي في ميادين العزة والكرامة في مواجهة الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا أشهد فخامة الرئيس بالمواقف البطولية التي سطرها الشهيد المناظر السعيدي في مختلف جبهات القتال مع رفاق دربه من أبطال الجيش والمقاومة الشعبية في مواجهة الميليشيات الحوثية الإيرانية والدفاع عن الثورة والجمهورية والمكتسبات الوطنية وتلقين الميليشيات الإيرانية دروسا قاسية في التضحية والفداء مؤكدا أن مثل هذه المواقف التي سطرها الشهيد السعيدي ستظل حاضرة في وجدان وذاكرة الأجيال القادمة وعبر فخامة الرئيس في البرقية عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الأليم سائلنا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنوا فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان إن لله وإنا إليه راجعون بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية عزاء ومواساة في استشهاد المناضل الشيخ ناصر أحمد السعيدي الذي ارتاقت تروحه الطاهرة إلى بارئها في ميادين العزة والكرامة والشرف وأشار نائب الرئيس في البرقية إلى مناقب الشهيد المناضل ومسيرة حياته الحافلة بالعطاء الوطني والبطولي وتضحياته الجسيمة التي قدمها في مختلف جبهات القتال ضد الميليشيا الحوثية الكهنوتية ليرتق اليوم شهيدا مجيدا وهو يدافع عن الأرض والعرض ضد اعتداء غاشم وحصار جائر تفرضه الميليشيا الحوثية الكهنوتية على أبناء مديرية العبدية ويلتحق بأبنائه الأربع الأبطال الذين سبقوه شهداء في درب الحرية والكرامة والجمهورية درب العظماء من المناضلين الكبار الذين أفنوا حياتهم في سبيل دينهم ووطنهم وافتدوهما بأرواحهم الطاهرة وعبر نائب رئيس الجمهورية عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة الفقيد ومحبيه وكافة آل السعيد وأبناء الشعب اليمني سائلا الله العلي القدير أن يتغمده وكل الشهداء بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يكتب لهذه التضحيات والدماء الزكية بالنصر لليمن واليمنيين بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك برقية عزاء ومواساة في استشهاد المناضل الشيخ ناصر أحمد السعيد وهو يؤدي واجبه الوطني في جبهات البطولة وميادين العزة والشرف وأشهد رئيس الوزراء ببطولات ومناقب الشهيد المناضل الشيخ ناصر السعيد وما سطره من بطولات خالدة في مقارعة ميليشيات الانقلاب الحوثية المدعومة إيرانيا حتى ارتق إلى جوار ربه شهيدا مجيدا ملتحقا بأبناء الأربعة الأبطال الذين سبقوه في الشهادة مقدمين بدمائهم نموذجا ملهما بأن الشعب اليمني لن يقبل المشروع العنصري الحوثي مهما كانت تضحيات مؤكدا أن هذه المواقف النضالية المشرفة والتضحيات العظيمة للشهيد السعيدي وأبنائه الأبطال وتضحيات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل والشعب اليمني ستظل خالدة في ذاكرة التاريخ وستكتب بأحرف من نور وعبر رئيس الوزراء عن أصدق التعاز والمواساة لأسرة الفقيد ومحبيه وكافت آل السعيدي وأبناء الشعب اليمني في رحيل قامة نضالية وطنية كبيرة سائلنا الله العلي القدير أن يتغمده وكل الشهداء بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنهم فسيح جناته وجه رئيس مجلس الوزراء دكتور معين عبد المالك الأجهزة العسكرية والأمنية بتشديد الإجراءات الأمنية واتخاذ التدابر اللازمة لتعقب وملاحقة الخلايا الإرهابية التي تحاول زعزعة الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة مؤكدا على أهمية استنهاض الوعي المجتمعي لمساعدة أجهزة الدولة في كشف هذه الخلايا التي تعمل بتخادم واضح مع الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا جاء ذلك خلال اتصال أجره من مقر إقامته بالعاصمة المصرية القاهرة بوكيل محافظة حضر موت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثير لمتابعة تداعيات العملية الإرهابية الغادرة التي استهدفت بعبوة ناسفة سيارة ضباط ونجم عنها استشهاد ثلاثة منهم حيث عبر الدكتور معين عبد المالك عن خالص العزاء والمواساة لأسر الشهداء في هذه العملية الإرهابية وإشار الدكتور معين عبد المالك إلى أهمية الحزم وعدم التهاون في ردع الخلايا الإرهابية ومنحقتها ووضع آليات فاعلة لمنع تكرار حصول الخروقات الأمنية كما حدث في هذه العملية الإرهابية بسيئون وقبلها باستهداف وزير الزراعة والري ومحافظ عدن في العاصمة المؤقتة لافتاً إلى دلالات توقيت تحركات الخلايا الإرهابية والتخريبية في المحافظات المحررة وذلك بالتزامن مع التصعيد الحوثي وأهمية العمل على ردع وإفشال هذه التحركات وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات الرادعة لإسئصال شأفة الإرهاب وتطرف بجميع أشكاله وصوره وتقديم كل الدعم للأجهزة العسكرية والأمنية للقيام بواجباتها وتنسيق مع شركاء اليمن للقضاء على آفة الإرهاب وطلع رئيس الوزراء من وكيل محافظة حضر موت لشؤون الوادي والصحراء إلى تقرير أولي حول ملابسات العملية الإرهابية والإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية لتمشيط المنطقة بحثاً عن منفذيها مشيراً إلى التنسيق الجاري مع المؤسسة العسكرية والأمنية للحفاظ على الأمن والاستقرار في وادي حضر موت والسئصال وملاحقة الخلايا الإرهابية تحت أي غطاء كانت عاد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك مساء اليوم من العاصمة المواقة عدن قادماً من القاهرة بعد زيارة رسمية ناجحة إلى جمهورية مصر العربية تلبية لدعوة نظيره المصرية الدكتور مصطفى مدبولي وكان رئيس الوزراء قد غادر مطار القاهرة الدولي حيث كان في مقدمة مودعيه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رئيس بعثة الشرف المرافقة عمرو طلعت وعقد رئيس الوزراء مباحثات ثنائية مع نظيره المصري وجلسة مباحثات موسعة تناولت العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين وتطورات الأوضاع والمستجدات وفي مقدمتها المستجدات على الساحة الوطنية والدعم المصري الثابت لليمن وشعبها وحكومتها الشرعية ورفضها التدخل الإيراني في شؤونها إضافة إلى القضايا التي تهم اليمن ومصر وخصوصا المتصلة بجهود البلدين للحفاظ على سلامة الملاحة الدولية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وتنسيق المواقف إزاء التهديد الخطير الذي يمثله خزان صافر النفطي مع استمرار رفض ميليشيات الحوثية السماح للفرق الأممية بصيانته وتفريغه كما تطرقت المباحثات إلى المزيد من التسهيلات الممكنة الممكن تقديمها للجالية اليمنية في مصر وجوانب الدعم الممكن تقديمها من جمهورية مصر العربية لليمن وعقدت على هامش الزيارة الرسمية مباحثات ثنائية بين الوزراء من أعضاء الوفد المرافق لرئيس الوزراء ونظرائهم في جمهورية مصر العربية ركزت على جوانب التعاون المشتركة في مجال الكهرباء والنفط والطاقة والثروات المعدنية والصحة والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات وضم الوفد المرافق لرئيس الوزراء خلال الزيارة رئيس بل وزراء التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب والاتصالات وتقنية المعلومات نجيب العوج والنقل عبدالسلام حميد والنفط والمعادن عبدالسلام بعبود وصحة العامة والسكان قاسم بحيبح ومدير مكتب رئيس الوزراء أنيس بحارثة وأمين عام مجلس الوزراء مطيع دماج ورئيس الجهاز التنفيذي لاستيعاب تعهدات المانحين أفراح الزوبة ناقش رئيس مجلس الشورى دكتور أحمد عبيد بن دغر مع القائمة بأعمال سفير الأمريكي كاثي ويتستلي أفاق السلام الدائم والشامل في اليمن وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وخلال اللقاء أكد دكتور بن دغر أن الحكومة الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبدالرب منصورهادي رئيس الجمهورية تسعى لتحقيق السلام الذي يلتزم أطرافه بالمرجعيات الثلاث المبادرة الخليجية وأليات التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 22-16 ووضع المسؤولة الأمريكية في صورة الوضع القائم في البلاد مع ازدياد حالة العنف التي يمارسه الحوثيون في مأرب ومناطق مختلفة من اليمن وحثى رئيس المجلس الحكومة الأمريكية على ممارسة الضغط الأكبر على الحوثيين لدفعهم إلى طاولة الحوار من جانبها أكدت القائمة بأعمال السفارة الأمريكية الموقفة الأمريكية الداعم لشرعية ووحدة وأمن واستقرار اليمن ورفضها للممارسات العدوانية التي ينتهجها الحوثيون والتي تقوض الجهود الدولية وتخلق مزيدا من التعقيدات في طريق السلام كما شددت القائمة بالأعمال على أهمية تنفيذ الإجراءات المتبقية بل الأجزاء المتبقية من اتفاق الرياض ورحبت بعودة الحكومة إلى عدن حضر اللقاء كريس دويتش نائب القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بلادنا بحث وزير الخارجية وشؤون المتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك مع نظيره الأرثيري عثمان صالح العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها ومسجدات الأوضاع على الساحتين اليمنية والإقليمية ومجمل القضايا التي تهم البلدين وخلال اللقاء الذي عقل على هامش الاجتماع رفيع المستوى بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس حركة عدم الانحياز أطلع بن مبارك نظيره الأرثيري على آخر تطورات في اليمن وتداعيات الحرب التي تشنها ميليشيا الحوثي بدعم من النظام الإيراني وتطرق إلى قضية خزان صافر وتبعاته الكارثية على اليمن والإقليم مؤكدين حرص البلدين على تعزيز التنسيق والتعاون لمتابعة مختلف القضايا الثنائية بين الجانبين وأكد الوزير الأرثيري دعم بلاده للحكومة اليمنية وأوقفها مع وحدة اليمن وسيادته والسكراره عبر اللقاء رئيس دائرة مكتب وزير الخارجية السفير عبدالقادر هادي ومندوبة أرثيريا في الأمم المتحدة السفير صوفيا ماريام كما بحث وزير الخارجية شؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك في العاصمة الصربية بلغراد على هامش مشاركته في الاجتماع رفيع المستوى بمناسبة ذكرى ستين لتأسيس حركة عدم الانحياز مع نظيره الصربي نيكولا سيلاكوفيتش العلاقات الثنائية بين البلدين ومجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك وتطرق بن مبارك إلى العلاقات التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين أهمية البناء عليها وتطويرها والاستفادة من الخبرات الفنية لصربيا في المجالات الحيوية كما وضع الوزير بن مبارك نظيره الصربي في صورة آخر التطورات التي تشهدها اليمن وما ترتكمه الميليشيات الحوثية المتمردة من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب اليمني استمرار رفضها لكل مبادرات السلام هذا وأكد الجانبان على الحاجة الملحة لوضع حد لمعاناة اليمنيين وإنهاء الحرب والانقلاب ومعالجة الأوضاع بالوسائل السلمية كون الحروب لا تولد إلا الدمار والمآسي واتفق على متابعة تجديد التعاون الثقافي والمنح الدراسية لليمن ودعم اليمن بلقاحات كوفيد-19 أكد الوزير الصربي دعم بلاده لليمن ووحدته وسيادته وسلامته الإقليمية حضر لقاء رئيس دائرة مكتب وزير الخارجية سفير عبدالقادر محمد هادي ومساعد وزير الخارجية الصربي لشؤون الثنائية فلاديمير ماريك إلى ذلك التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك وزير خارجية بنجلادش أبو الكلام عبد المومن وذلك لبحث العلاقات بين البلدين والتطورات في اليمن بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي اللقاء الذي عقد على هامش الاجتماع رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس حركة عدم الانحياز المنعقد في بلدراد عبر بن مبارك عن تقدير الحكومة اليمنية لمواقف بنجلادش الداعمة لليمن والحكومة الشرعية لأسيما في مجلس حقوق الإنسان كما أطلع بن مبارك نظيره البنجلادشي على المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية في اليمن وكذا التصعيد العسكري لميليشيا الحوث الإنقلابية في كل من مأرب وشبوة والذي يعكس تحدي الميليشيا للإجماعي الدولي لتحقيق السلام والحصار الجائري على مديرية العبدية لأسابيع في ظل صمت دولي معيب مشددا على أهمية تحرك المجتمع الدولي للضغط على الميليشيا الحوثية الإرهابية لفك هذا الحصار والسماح بدخول الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية من جانبه أعرب وزير خارجية بنجلادش عن تضامن بلاده ودعمها الثابت للحكومة اليمنية والجهود الدولية لإحلال السلام الدائم والشامل في اليمن وأكد الوزيران على أهمية المضي قدما في الجهود السياسية لإحلال السلام والعودة للمسار السياسي وجه معمر الإرياني وزير العلام والثقافة والسياحة نداء عاجلا للمجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والمبعوثين الأممي والأمريكي لوقف جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ترتكبها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران بحق المدنيين في العبدية بمحافظة مأرب بعد فرضها حصارا غاشما على المديرية وقال معمر الإرياني إن مديرية العبدية التي تتعرض لحصار حوثي غاشم منذ قرابة شهر تحتضن أكثر من خمسة وثلاثين ألف نسمة من السكان والنازحين غالبيتهم من كبار السن والنساء والأطفال يتوزعون على أكثر من خمسة آلاف وثلاثمائة أسرة في قلب المديرية وأطرافها ولا يوجد في المديرية أي ألوية عسكرية أو معسكرات أو أهداف عسكرية وأضاف الإرياني أن مديرية العبدية تتعرض لعدوان بربري من ميليشيات الحوثي منذ العام الفين وخمسة عشر وفي الحادي والعشرين من سبتمبر المنصر فرضت الميليشيات حصارا خانقا عليها ومنعت الإمدادات الغذائية والطبية بهدف تجويع المدنيين ما أدى إلى نفاذ المواد الغذائية والأدوية من مستشفى الشهيد علي عبد المغني الذي يعتمد عليه غالبية السكان وأشار الإرياني إلى قصف ميليشيات الحوثية الإرهابية المناطق الأهلة بالسكان ومخيمات النازحين في المديرية بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة ومختلف الأسلحة الثقيلة واستهدافها بشكل ممنهج ومتعمد للمدنيين بهدف الإيقاع بأكبر قدر من الضحايا والأضرار والإضرار بالممتلكات الخاصة ومخيمات النازحين في الأخبار الميدانية أعلن تحالف جعم الشرعية تنفيذ 43 عملية السهداف لآليات وعناصر الميليشيات الحوثية بالعبدية جنوب مأرب خلال 24 الساعة الماضية وقال التحالف أن عملية السهداف شملت تدمير 9 آليات عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 134 عنصر إرهابي حوثي وإشارة التحالف لأن الميليشيات الحوثية منعت دخول المنظمة الإغاثية والمساعدات الإغاثية إلى المدنيين المحاصرين وكان طيران التحالف يوم أمس قد أعلن أنه نفذ 33 عملية السهداف لآليات وعناصر الميليشيات الحوثية في مديرية العبدية بمأرب وأوضح أن عملية الاستهداف شملت تدمير 8 آليات عسكرية وأخسائر بشرية تجاوزت 156 عنصر حوثي وأكد التحالف أنه يواصل دعم الجيش والقبائل في العبدية جنوب محافظة مأرب لفك الحصار عن المديرية شن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية هجوما استهدف مواقع تتمركز فيها ميليشيات الحوثية الإيرانية في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب وقال مصدر عسكري أن أبطال الجيش تمكنوا خلال الهجوم من تدمير قدرات الميليشيات في تلك المواقع ووقعوا مجموعة من عناصرها بين قتيل وجريح كما تمكن الجيش من استعادة أسلحة خفيفة ومتوسطة وكميات من الذخائر تكبدت ميليشي الحوث الإنقلابية خسائر بشرية ومدية جراء خروقاتها في أربع جبهات داخل مدينة الحديدة وأفاد مصدر عسكري أن الميليشي التابعة لإيران استهدفت بالأسلحة الرشاشة منازل المواطنين في حي منظر سكاني الكائن في الأطراف الجنوبية لمدينة الحديدة وأحياء سكانية أخرى في شارع صنعاء كما حاولت استهداف مواقع عسكرية في كيرو 16 شرق المدينة وسرعا ما تم التعامل معها بحزم مؤكدا أن الوحدات المرابطة من القوات المشتركة في الجبهات المستهدفة حققت إصابات مباشرة في أوكار الميليشيا وأوقعت قتل وجرح في صفوفها ودمرت مربضين لمدفعيتها أصيب ستة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال من فجار ألغام زرعتها الميليشيات الحوثية في محافظتي مأرب والجوف وقال المرصد اليمني للألغام ثلاثة أطفال هم عبدالرب حسين كريشان وغمدان كريشان وناجي حسين المصري أصيبوا نتيجة انفجار ثلاثة ألغام في منطقة المحجزة بمدرية صرواح غربي محافظة مأرب كما جرح ثلاثة آخرون إثر انفجار لغم من مخلفات ميليشيات الحوثي بسيارة أحد المواطنين أثناء مرورها في إحدى الطرق الصحراوية بمدرية خبو الشعف شرقي محافظة الجوف وأكد المرصد إصابت ثلاثة مدنيين بانفجار لغم للحوثيين في مركبة مدنية أثناء مرورها في الطريق الصحراوي بمدرية خبو الشعف في محافظة الجوف بحث وزير التقديد وتعاون الدولية الدكتور واعد باذيب في مستهل الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي مع المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي لدى البنك الدولي ماري نويس والمديرة القطرية لمكتب اليمن لدى البنك الدولي وبمشاركة المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن بحثات عزيز صبودي المؤسسات الوطنية وسئنا في عمل مكتب البنك الدولي في العاصمة المؤقتة عدن وأعقب ذلك اجتماع مع فريق البنك الدولي وعدد من ممثلي الوزارات القطاعية في بلادنا وقدم الوزير باذيب شرحا مجزنع حول ما يعانيه الاقتصاد اليمني من انكماش غير مسبوك من انقلاب الحوثي على شرعية الدستورية والدولة في العام 2014 وخاسر خلالها وفيها اكثر من 90 مليار دولار وفقا لتقديرات الاولية كخسارة مباشرة في ناتجه المحلي فضلا عن الخسائر نتيجة عن تدمير اجتاء كبيرة من البنية التحتية بسبب الحرب وكذا تراجع قيمة العملة الوطنية امام العملات الاجنبية الى حوالي 180% من قيمتها وما صاحبه من ارتفاع الاسعار وتدهور مستوى المعيشة وانخفاض متوسط دخل الفرد الذي فقد حوالي 60% من قيمته كما تطرق الى ازمة الامن الغذائي والانساني التي خلفت حوالي 60% من السكان عرضة لانعدام الامن الغذائي وتداعياته في سوء التغذية وضعف الانتاجية للموارد البشرية وبالاضافة الى تداعيات جائحة فيروس كورونا التي اثرت سلبا على الاقتصاد وأوقعته في ركود عميق من جانبها اكدت مارينا ترحيب البنك الدولي بالشراكة مع اليمن للنهوض بالوضع الاقتصادي وتحقيق الاستقرار في الامن الغذائي ومساعدة اليمن على سداد ديونه وتطلعها لفتح مكتب اليمن الدولي في عدن في القريب العاجل بدوره اشار الدكتور ميرزا في مداخلته الى ان العمل على افتتاح مكتب البنك الدولي في عدن يحمل رسالة عن مدى اهتمام البنك الدولي وبرامجه في اليمن وتعزيز الشراكة للنهوض بالوضع الاقتصادي كما بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وعد باذيب في العاصمة المصرية القاهرة مع وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشات اوجه التعاون المشترك وتفعيل دور اللجنة المشتركة بين البلدين الشقيقين وتم الاتفاق على حث كافة الوزارات القطاعية في الجانبين للعمل على اعداد وانجاز ما يتعلق بالبرتوكولات التنفيذية للتعاون المشترك تمهيدا للتوقيع عليها حال انعقاد اللجنة العلية المشتركة بين البلدين وكد الوزير باذيب اهمية التعاون الاقتصادي وفتح افاق تعاون جديدة بين البلدين والاستفادة من الخبرات المصرية في جوانب التدريب وتأهيل وبناء القدرات والمجالات الصحية والزراعية والتجارية عبر زيادة معدلات التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار وثمن التسهيلات المقدمة من السلطات المصرية لابناء الجالية اليمنية التي يتزايد اعدادها نتيجة الاوضاع الانسانية بسبب الحرب التي تعيشها اليمن منذ سنوات مشيدا بالموقف المصري الثابت والدائم في دعم الشرعية الدستورية ودعم جهود استعادة الدولة وانهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة ايرانيا حضر لقاء مسؤول التعاون الدولي بالسفارة اليمنية في القاهرة معين سلطان ونائب مدير عام مكتب وزير التخطيط والتعاون الدولي ردفان محمد بحث وزير النفط والمعادن عبدالسلام بعبود مع نظيره المصري المهندس طارق الملة وزير البترول والثروة المعدنية عددا من موضوعات تعاون المشترك بين الجانبين في مجالات البترول والغاز الطبيعي وتعدين وقدم وزير النفط في مستهل اللقاء شرحا حول المستجدات على الساحة الوطنية وتطورات الأوضاع والجهود الحكومية التي تبذل لانتشال الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين إلى جانب التهديد الخطير الذي يمثله خزان صافر النفطي مع سمرار رفض ميليشيا الحوث السماح للفرق الأممية بصيانته وتفريغه وخلال اللقاء أكد الوزير بعبود على عمق العلاقات اليمنية المصرية التي تتسم بالعراقة على مدار التاريخ مشيرا إلى سعي الجانب اليمني للاستفادة من التجربة المصرية المتميزة التي حققت نجاحا لافتا وتشهد حاليا تطورا كبيرا سواء في جذب الاستثمارات أو البحث والاستكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي وتصديره وكذلك تجربتها في البحث والاستكشاف في البحر الأحمر وما حققته في مجال تحرير سوق الغاز من جانبه أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق المولى السعداد مصر لتقديم كافة الإمكانيات التي يمكن تقديمها في مختلف أنشطة البترول وتعديل المساهمة في النهوض بالقطاع النفطي والتعديل في اليمن بعد التحديات التي مر بها خلال السنوات الماضية وسعر داخل اللقاء الحلول التي قامت بها مصر للتغلب على تحديات الطاقة التي سببتها فترة عدم الاستقرار والتي تركت أثرا كبيرا على السوق المحلي والاقتصاد الوطني موشرا إلى ما حققته مصر في مجالات البحث والاستكشافات والتكرير وترشيد دعم المنتجات البترولية ومشاركة القطاع الخاص العالمي والمحلي بحث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور نجيب العوج مع نظيره المصرية الدكتور عمرو طلعت جوانب التنسيق بين البلدين في مجال تكنولوجيا الاتصالات وتقنية المعلومات وسبول تطويرها وتطرق اللقاء إلى عددين من المواضيع المتعلقة بسبول تعزيز التعاون بين البلدين والاستفادة من الخبرات المصرية في تطوير التقنية الرقمية والاتصالات الحديثة والتصنيعية للهواتف المحمولة والخدمات الاستشارية للدعم الفني بمجال مد الألياف الضوئية وشاد العوج بالتجربة المصرية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشيرا إلى أهمية التعاون وتقديم أوجه الدعم اللازم في جوانب التدريب وتنمية قدرات الكوادر اليمنية بأحدث ما توصلت إليه تقنية المعلومات والاتصالات أكد حرص الوزارة على تطوير وتحسين منظومة العمل والخدمات وإمكانية التعرف على تجارب الجانب المصري في هذا الشأن من جانبي أكد وزير الاتصالات المصري على عمق العلاقات المتميزة بين البلدين على مدار العقود الماضية وهو ما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القهدتان السياسيتان للتعاون على كافة المستويات متطلعا إلى عقد شراكة حقيقية بين الوزارتين في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفي سياق متصل اطلع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور نجيب العوج خلال جولة في القرية الذكية على التجربة المصرية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمشروعات التي تضمنتها القرية كما تعرف على سير العملية التعليمية لمعهد تكنولوجيا المعلومات بالقرية الذكية بحث وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحي بحب القاهرة مع وزير الصحة المصرية الدكتور هالة زايد بحث التعاون بين البلدين في المجالات الطبية والدوائية وناقش اللقاء السبول الكفيلة بتفعيل التعاون في مجال تدريب وتأهل الأطباء اليمنين وسعابهم في برنامج الزمالة المصرية بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال تطوير القطاع الصحي في اليمن وثمن وزير الصحة دعم مصر لليمن وشعبها في الظروف الاستثنائية الراهنة مشيدا بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين بدورها أبدت وزيرة الصحة المصرية الاستعداد للعمل على تقديم التسهيلات الممكنة بما يتعلق بمجال التدريب والسعاب الأطباء في برامج الزمالة وتبادل الخبرات لبناء المنظومة الصحية في اليمن كما وجهت بتجهيز شحنات دعم طبي وإرسالها بصورة عاجلة إلى اليمن شارك وزير الكهرباء والطاقة الدكتور أنور كلشات في الاجتماع الوزاري لوزراء الكهرباء العرب والذي نظمه البنك الدولي وكرس لمناقشة السوق العربي المشتركة للكهرباء ودورها في النهوض بالتنمية في الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط وأكد الوزير كلشات تطلع الحكومة لتقوية البنية التحتية لخطوط النقل والشبكات التوزيع لتكون قادرة على الانخراط في الشبكة العربية المشتركة داعيا الأشقاء إلى التعاون مع توجهات الحكومة لتنمية قطاع الكهرباء الحيوي والمهم معبرا عن شكره لإدارة البنك الدولي على حرصها لعقد هذا الاجتماع الذي يعد خطوة لنقاشات وحوارات مستقبلية تحقق الأهداف المرجوة للربط الكهربائي في المنطقة كما أكد المشاركون في الاجتماع أهمية الربط المشترك بين الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط والشمال أفريقيا لما له من دور في الحفاظ على مصادر الطاقة والتقليل من التحاول المناخي وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون منوهين بدورهم بدور الربط المشترك في التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وتنشيط الاقتصاد في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا افتتح وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي واللواء علي مقبل صالح محافظ محافظة الضالع بالعاصمة عدن الورش الخاصة بأعمال المناصرة والمشاركة المجتمعية حملة التوعية حول فواتير المياه لمؤسسة المياه بمدينة الضالع والتي نظمتها منظمة أوكتفام ضمن برنامج المساعدة الطارئة في مجال المياه وصرف الصحي والنظافة الصحية للنازحين الأكثر ضعفا والمجتمع المضيف في الضالع وفي افتاح الورشة القوزير المياه والبيئة كلمة أكد فيها أهمية الورشة في حشد توعية لمناصرة مدينة الضالع التي تعتبر من أكثر المدن احتياجا للمياه وحرصه في تعاون مع قيادة سلطة المحلية لتسهيل عمل المنظمات المانحة في مدينة الضالع التي تعاني نقصا في الكثير نقص الكثير داعيا كافة المنظمات الدولية المانحة والداعمة لتدخل العاجل في المساهمة بمعالجة إشكالية توفير مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي لمدينة الضالع من جانبه أكد محافظ الضالع عند المحافظة تفتقل لبنية تحتية في جميع الخدمات وفي المقدمة شبكة المياه والصرف الصحي داعيا إلى بناء مزيد من الخزانات والسدود والحواجز لحفظ المياه وحفر آبار إضافية مشيدا بتعاون وزير المياه والبيئة وتفاهمه لاحتياجات مدينة الضالع تفقد وزير الشباب والرياض نائف البكري ومعه وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مدريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي عددا من المشاريع والمنشآت الرياضية بوادي حضرموت اطلع الوزير البكري على مشروع تأهيل صالة الشهيد علي بامعبد الرياضية بمدينة سيئون وسير العمل الجاري في مشروع استكمال منشآت نادي البرق الرياضي بتريم حيث بلغت نسبة الانجاز سبعين في المئة تضمن بناء منصة ومدرجات ومبنى استثماري للنادي كما زار وزير الشباب والرياض نادي وحدة تريم الرياضي اطلع على اوضاعه مشيدا بانجازات نادي البرق ونادي الوحدة تريم في مختلف البطولات المحلية مؤكدا اهمية دور الاندية في ابراز المواهب الابداعية ورفض المنتخبات الوطنية بكوادر في مختلف الالعاب الرياضية لافتا الى ضرورة الاهتمام بالمجال الاستثماري لتوسيع الدخل المادي للاندية الرياضية واجاد التمويل المالي للمشارع الرياضية المختلفة وقع مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج المهندس أحمد البيز اتفاقية مشتركة لتعزيز خدمة الرعاية الصحية المدرسية للطلاب والطالبات والكوادر التعليمية في أربع محافظات ويستفيد من مشروع خدمة الرعاية الصحية في محافظات عدن وحضر موت ومأرب وتعز في مرحلته الثانية 250 ألف و211 فردا وأوضح مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله المعلم في تصريح صحفي أنه سيجري بموجب المشروع دعم أربعين فريقا طبيا متنقلا للقيام بزيارات دورية إلى مدارس التعليم الأساسي الممتدة في محافظات عدن وحضر موت ومأرب وتعز وذلك بهدف تقديم الخدمات العلاجية اللازمة لطلاب وطالبات المدارس وكادرهم التعليمي والحد من انتشار الأمراض السارية والمعدية والأوبئة مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز المشاركة في حملات التطعيم والتوعية والتثقيف الصحي لطلاب وطالبات المدارس والمشاركة بحملات التوعية المجتمعية للحد من انتشار سوء التغذية والوقاية منه أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات الخميس القادم إجازة رسمية لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين لثورة الرابع عشر من أكتوبر أوضحت الوزارة في بيان تلقت وكالة الأنبال يمنية سبأ أن ذلك استنادا إلى نص المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 2000 بشأن الإجازات والعطلات الرسمية رافعة أسماءات التهاني للقيادة السياسية وإلى كافة أبناء الشعب اليمني بهذه المناسبة الوطنية العظيمة الآن إلى حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأربع والعشرين الساعة القادمة بما شئت الله تعالى اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة